اشتركوا في القناة واتفاقية الأمم المتحدة كطرف لمكافحة الفساد ومسأل التزام بلادنا بتنفيذ أحكام الاتفاقية وكذا الثقة التي منحتها الأمم المتحدة للهيئة من خلال اختيارها لمراجعة تنفيذ التزامات عدد من الدول للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأشهد البحثني بالجهود التي تبدلها قيادة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مؤكدا أهمية أن تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة أكد وزير الدفاع الفريق الرقم محسن الداعي لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في عملياتها العدائية واتهداف مواقع القوات المسلحة في أكثر من جبهة مشيرا إلى أن الميليشيا الحوثية لا عهد لها ولا ميثاق مشاددا خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن فريق القسم السياسي في مكتب المبعوث الأممي برئاسة روكسانة بازرجان على ضرورة اطلاع لمجتمع الدولي والأمم المتحدة بدور أكثر حزما تجاه الصلاف والتعنت الحوثي الرافض لجهود السلام والابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين ولفت وزير الدفاع إلى خطورة تخالوم ميليشيا الحوثي الإرهابية مع تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين مشيرا إلى أن خطر الميليشيا لا يقتصر على بلادنا فحسب بل يمتد إلى الإقليم والعالم أدنى وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني وسنكر بأشد العبارات أقدام ميليشيا الحوثي الإرهابية على قتل المواطنة تسنيم محمد عبد إبراهيم بنيران قناصتها جوار منزلها الكائن في منطقة الشق بمديرية صابر الموادم جنوب محافظة تعز وأشار الإرياني إلى توثيق مراكز حقوقية متخصصة قيام الميليشيا الحوثية بقتل 4105 مدنيين وإصابة بينهم نساء وأطفال بمحافظة تعز منذ انقلابها على الدولة مطالبا المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه أبناء محافظة تعز وإذانة جرائم القتل اليومي الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الإرهابية والضغط لرفع الحصار بشكل فوري عن المحافظة التقى وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد بالعاصمة المواقتات عدنا لممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بلادنا زينا علي أحمد لبحث أوجه التعاون بين الوزارة والبرنامج الإنمائي وكذا الترتيبات النهائية لتوقع اتفاقية إطارية أولية لخفض كلفة تأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة ولفت وزير النقل إلى أهمية إنجاز التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة وذلك بعد أن تم استكمال كافة الدراسات والتقييم مؤكدا أن الاتفاقية ستخفض كلفة التأمين البحري التي ارتفعت إلى 16 ضعف من جراء الحرب الحوثية وثمن الوزير حميد جهود البرنامج الإنمائي والمشاريع التي يقدمها في ميناء عدن سيارات القوات الملكية السعودية رحلتين جويتين على خط ريان سقطرة لنقل الطلاب والمرضى من أبناء الجزيرة حيث أقلت الرحلتان أكثر من 200 راكب وراكبة من الطلاب والمرضى من مطاري الريان وسقطرة إتجابة لطلب سلطة المحلية للإسهم في تخفيف معاناة الطلاب والمرضى في التنقل خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تشالها المحافظة وتوقف المنفذ البحري وثمن وكيل محافظة سقطرة صالح علي سعيد دعم تعاون الأشقاء في المملكة العربية السعودية إلى جانب أبناء المحافظة في تخفيف معاناة الطلاب والمرضى انتهى الموجز شكرا للمتابعة ودمتم في رعاية الله